قصة الشابة لميس ذات التسعة عشر ربيعا جريمة هزت العاصمة صنعاء وهزت وجدان كل من سمع بها شابة يتم اختطافها في عز النهار ومن وسط شارع مزدحم في منطقة السنينة غرب صنعاء ويذهب بها شابان وفتاة إلى أحد شوارع منطقة حد ليغمروها بالبنزين ويشعلوا فوقها النار ويلوذ بالفرار حاول مواطنون من المرة إطفاء الحريق المشتعل وأصعف الفتاة إلى مستشفى الجمهوري إلا أن لميس لم تلبث في العناية أكثر من يومين حتى فارقت الحياة المساء اليمني تواصل بأسرة الضحية لميس وقال والدها إن التهديدات لم تنقط عن الأسرة والفتاة منذ أن تمت خطبتها قبل عام ونصف على أحد أبناء محافظة حجة وقال إن فتاة من أبناء الحي كرر التهديد لميس بالقتل والحرق حتى صباح يوم تنفيذ الجريمة لميس نازحة من تعز تسكن حي السنينة بصنعاء خطبها شاب من محافظة حجة قبل عام ونصف ومنذ ذلك الحين تعرضت هي وأسرتها لتهديدات مستمرة من قبل إحدى فتيات الحي حتى الآن لم يتم القبض على الجنات بحسب والد لميس الذي أكد أن القضية جنائية وطالب بتحقيق العدالة عن ماذا يبحث والد لميس في مدينة أصبح يحكمها قانون الغاب ويتحكم في مصيرها نافذ الميليشيا لم تعد هناك مدن أمنة أصبح ضمير الناس والحاكم في اليمن وإذا ما تخل البعض عن ضمائرهم فلن يجدوا رادعا من قانون أو دولة تحفظ حقوق الناس بالقوة فكرة القتل والدم أصبحت شأنا يوميا في حياة اليمني منذ أن أدخل الحوثيون البلد في أتون الحرب ومع الأيام لم تعد هذه الجرائم تجد أثارها في صدور الناس ولم يعد يحفظ التوازن النسبي للمجتمع سوى ما تبقى من ضمائر اليمنيين وعاداتهم الحميدة